مصطفى، أنا عايزة أعرف أنت قصتك بقى في تمثيل دخلت ازدي، جات صدفة، أنت كان هدفك كده من الأول لا، ما كانش هدفي خالص معقولة؟ أنا كنت برسم، ورسمي كان كويس، وكت جامد في الحتة دي زي ما بيقولوا وروح تقدمت فنون جميلة، ما تقابلتش، عشان المجموع ما كانش قوي فأمت رايح أداب، قالوا لي في حاجة اسمها أداب مصرح فروحت أداب مصرح حلوان دخلت جوه، قدمت رسوماتي وقدمت حاجتي، قالوا لي خلاص أنت ديكور، إن شاء الله وابتقى مش هارفيه فبندرس أول سنة، حاجة اسمها شعبة عامة، بندرس كل حالة، بندرس تمثيل بالضبط، بندرس تمثيل وإخراج، وبندرس ديكور، وبندرس دراما ونظم فعملنا مشروع، مشروع ارتجالي، كان تحت إشراف دكتور أحمد حلاوة حبيبي، كان معانا، حينا وورينا شفت الحلقة جدا، وهو اللي كان مسؤول عن المشروع ومعاه طبعا دكترة تنازل دكتور فريد النقراشي ودكتور وريد فاوزي وكده فدخلت عملت المشروع، أنا طبعا بفترة مش في خيالي يعني إن أنا ممكن أكمل في الكريه ده فدخلت عملت المشروع فلقيت ضجة حلوة كده في الجامعة، والناس كلها أنا ماشي بتسلم علي أو ايه الحلوة دي وبتاعه لازم تكمل، فأنا مخدتش برضو ببالي الموضوع، قلت لأ أنا ايه؟ أنا ديكور وتمام، مش عارف ايه، خلصت السنة دي، فيه امتحان اسمه امتحان تشعيب اللي هو لو هتيجي، عايز تخش تمثيل، لازم تيجي الامتحان ده الأول قبل ما تخش خلاص القسم، ما روحتش كمان؟ أقعدت في البيت، قلت خلاص أنا ديكور، وحلمي ديكور، وتمام وتفوق فيه، وخلاص كده كده هخش ديكور، هخش القسم اللي أنا عايزه أقعدت في البيت، لقيت دكتور أحمد حلوة بيتكلمني، كانت الساعة مثلاً 12 ونص، واللي متحان الساعة 9 مثلاً البس انزل حالاً، يا دكتور طب أنا والدتي مش موافقة، هات رقم والدتك، خد رقم والدتي، كلمها في التليفون، قالها تبعتولي دلوقتي، قالت له المجال والتمثيل بس انت راجل برضو خايفة عليك اه، والمجال ومش عارف ايه ومش مضمون، وأنا والدي كمان كان صحفي كبير، فعارفين المجال من زمان يعني فجي، قال لها لا، ابعتولي دلوقتي، المهم روحت الامتحان قال لي بص، انت هتمتحن دلوقتي، وانت هتخش معاه قسم تمثيل إجباري يا حبيب، يا دكتور طب يديني قال لي إجباري دلوقتي، خلاص الموضوع انتهى، وأنا مضيت على نجاحك خلاص في الامتحان ده، لأنه كان شاف لي مشروعين قبل كده قال لي، وأنا مضيت، بكرة هتيجي تكمل الامتحان، وأنا ممتحان على يومين، بكرة هتيجي تكمل الامتحان، وخلاص انت معا في القسم من هنا بقى دخلت خلاص قسم التمثيئي، يعني، تدي رأخد آسك كبير، ونصف كنت مساعد مخرج، فعلا، فالموضوع فالموضوع أصلا بالنسبة لي كان غريب، أنا كنت مساعد مخرج لغاية ما أبقى ديكوريست، بعد كده ما حصلش بقيت ممثل، فهم؟ سبحان الله، نصيب، طب وصلت إزاي للأستاذ أشرف عبدالبائي، وإزاي قدر يختارك أن أنت تكون من فريقه بتياته؟ أنا أقول لك، أستاذ أشرف عبدالبائي هو المربيني، يعني هو صديق والدي من زمان، هو أنا والدي كان صحفي في الوفد، كان رئيس الصفحة الفنية، كان اسمه حمدي بسيط، تمام؟ كان هو، يعني طلع مع الجيل دا، يعني الجيل دا كان هو جيل بتاع، بالضبط، كان هم الجيل دا، يعني دا جيله، تمام؟ فلما جيت أنا دخلت تمثيل، كان والدي توفى، فعملت فيلم مستر عند مستر عويس، وكنت بأعمل مشاريع في الجامعة، فمين كان أكتر حد قريب من العيلة، كان أستاذ أشرف؟ فأتفرج مرة واثنين، وقال لي بعتلي شغلك وبعتلي حاجة، فبعتته له، فقال لي طيب، تعالي كان هو بيعمل مشروع اسمه جد جداً وخلص، تمام؟ قال لي تعالي أنا بيعمل مشروع، بس تعالي كمساعد مخرج في الأول، يعني تعالي معايا كمساعد مخرج في الأول، وواحدة واحدة إيه؟ هنشوف الموضوع هيمشي إزاي، فروحت كمساعد مخرج في أول تجربة في تياتر مصر خالص، تمام؟ فكان أستاذ خالق جلال هو اللي مسك الموضوع في المدانة، فأنا أصلاً أستاذ خالق كان عارف إن أنا عندي التمثيل، وعارف إن شافني برضو لإن أنا كنت أقدمت عنده، يعني إيه؟ يعني جيحت أول واحدة وحصلت الوفاة، فما كملتش برضو اللي امتحانات، بس هو شايفني في حاجة، فأول ما دخلت سلمت على وصد أشرف، قال لي بسيط، اطلعها في جنب وصد أشرف أنا فكرة أستاذ أشرف عربائي قوشوا حلوة عن الناس، أنا أول مرة في حياتي أقف قدام كاميرا كامعين، حكاية زوج معاصر بص هو أستاذ أشرف في ميزة، بجد، مهما قعدنا نشرح في قد إيه الراجل ده، فنان، فنان، مش مجرد واحد عادي، يعني لا هو عنده حاجة، والدليل على كده أنه هو الحمد لله دلوقتي أستاذ أشرف من أقوى الناس اللي موجودة في الساحة دلوقتي لأنه هو ليه كارزمة، وليه طابع، وليه أسلوب بيتعامل بيه مع الناس اللي معاه في الخلوء بالزط يعني غير الممثلين هو بيعرف يتعامل مع الناس، بيعرف عنده أسلوب حلو، بيعرف يخلي اللي قدامه يحبه يرتاح له أو يحب يحبه، يبقى عايز يعمل له أي حاجة، شوف انت عايز تعمل ايه، احنا هنعمل هو لك ترجمة نانسي قنقر